خلي نبلش القراءة على الصعيد العملي أشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد الماضي أكو عندك أمور هواية معلقة واقفة بمكانها ما قاعد تتحرك تتحس أنه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس إلى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم أشوف ممكن أنه أنت تشنت منتظر أو حاليا أنت منتظر تواصل يخص أمور معرقلة صار لها فترة طويلة أكو عندك أما خبر منتظر أو شغل متعرقل صار لها فترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك وأكو تأخيرات وإحباطات مأثرة عليك هاي الفترة أكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي أيضا البعض من عندكم أشوف أنه هو ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها أكو بها طرف متلاعب نوعا ما أكو تلاعب شوية حس أكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه أو ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي أنت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر ولا شون منقول يعني شارح لك أنه العمل وين قاعد يتقدم هاي للناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فأشوف أكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني إن شاء الله أو حتى من الأسبوع الثاني راح تبلش الأمور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج أو منتظر خبر من شخص بالخارج أشوف إن شاء الله خلال الأسبوع الثاني أو حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر أكو أخبار راح توصلك تخص عملك لناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل بدا أشوف أكو تأخيرات على صعيد العملي منتظر خبر من الشخص من الخارج الخبر راح يوصلك إن شاء الله الأسبوع الثاني هسا انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي أشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا أسبوعين أو شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس بهاي الفترة أشوف إنه أنت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع مثلك ممكن يخص العين أو منطقة الرأس بصورة عامة جبين وأعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه تمام والبعض الثاني أشوف إنه التفكير والحالة النفسية اللي أنت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل أو مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي إذا نمر بها الأمور كلها متعرقلة فأشوف هذا التعب النفسي قاعد يترجم وبصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشيء مخليك ممكن أول أسبوعين راح تعاني من آلام بالرأس سواء كان صداع أو حتى آلام تخص منطقة العينين بصورة عامة عموما ما أشوف أنه أكو وضعي خوف إن شاء الله تعدي على خير ممكن أنت تراجع تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب إذا كانت عندك مشاكل بالأماكن اللي قلت لك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الأوضاع العائلية قاعد أشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة أربع شهور أو ثلاث شهور نقول أربع شهور بصورة عامة أكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير خاصة الناس اللي متزوجين أشوفوا عندهم مشاكل صار لهم فترة أربع شهور أكو نوع من الإحباط أكو شخص زعلان من عندك أو أنت حتى زعلان منه لأن أكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فأشوف أكو مصالحات أشوف الأمور راح ترجع الدور لصالحك هنا طلعت للويل أو فورتشن بالأوراق بالأوراق العامة وأيضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة فعجلة الحظ قاعدة دور وياك خلال هاي الفترة أكو صلح أكو أمور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله أكو أمور هواية راح تبلش تتحرك عجلة الحظ وياك يعني أكو مثل منقول يد من السماء ممتدة إليك حاليا تساعدك وتسهل عليك أمورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل أو حتى بينهم زعل انفصال أشوف الأمور راح تبلش ترجع تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بيكم والناس اللي عندها زعل أو مشاكل بالبيت أشوف أكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح أيضا أما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا تسعين بالمئة من اللي دايشوفون البرج حاليا هم دايشوفوه على مدى الصعيد العاطفي إذا تحبون أسوي لكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج وإذا شفت أنه أنتو رايدين هذا الشي راح أبدي أنزل لكم الأبراج بس على الصعيد العاطفي فقط لأنه هناك ناس ميهم الصعيد العملي اللي يهمها كله هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل أشوفك يا برج الحمل أنت بالفترة الحالية قاعدت حاول تبين أنه أنت قوي نوعا ما أنه أنت ما مهتم أنت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس أنت بداخلك منهار تماما يعني أنت اللي يشوفك من البرة يحس أنه أنت إنسان ما مهتم ما عندك أي مشاكل الوضع اللي أنت بيه حاليا مهامك أو حتى ممكن أنت مصدر هذا الوجه للشريك حتى يعرف أنه أنت ما مهتم وبعده ما مأثر عليك أو حتى الزعل اللي بينكم ما مأثر عليك أساسا بس أنت بالحقيقة البرج المنهار قاعد قاعد أشوف أنه أنت بفترة مراقبة حاليا فترة انتظار وده تحاول تبين قوي يعني أنت اللي يشوفك بالوجه يقول أنه أنت الكينغ ملك العصي أو ملك النار بس أنت بداخلك البرج المنهار فأشوف أنه أنت حاليا حاليا ممكن كشفت سر لأن حتى هنا أشوف أكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا أو حتى اللي انفصلت عنه صار لك فترة وهذا الشي خلاك تنهد أو ممكن تكون أكو أشخاص الدخلة وأطراف خارجية الدخلت بالعلاقة بيناتكم وهي اللي سببت المشكلة أشوف أكو أقنعة هواية انزالت من على الوجوه وأنت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنو وأنت مثل يحسك هنا قاعد تقول لي هاي الورقة أنه أنا بعد ما حد ما راح يقدر يخدعني صرت أعرف الناس صرت أعرف كل شخص على حقيقة بعد ما أنخدع بالناس لأن أنت هنا أنا طالع من صدمة كلش كبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف أنه ورقة التور هي ورقة ميجر أركانة فتسعة وتسعين بالمئة هي تتحقق هاي أولا ثانيا هاي التغييرات تكون التغييرات مو بدل الإنسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لأن أكو بعدها وضع أحسن أكو تغييرات شاملة يعني أكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي أو درست لازم تأخذه أنت أخذته والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار أو حتى الشخص اللي كشفت أنت على حقيقتك كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد أنه هذا الشي ينكشف وراح يكون الصالحك أما بالنسبة الطاقة الشخص نفسه قاعد أشوف أنه هذا الشخص عنده مشاعر التجاهك هو أكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا أو حتى يتواصل وياك أساسا لأن هنا قاعد أشوف هو عنده تردد شوية من التواصل بس راح يأخذ القرار أنه يرجع يتواصل وياك البعض منكم هذا شخص يتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس أنه أنت كلش متباعد يعني هو مراقبك من بعيد حاليا مراقبك ويحلم بيك أو أنت ممكن قاعد تحلم بي أكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي منقطع أشوفه أنت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص لأنه هذا الشخص أساسا قاعد أشوفه هنا هو دا يحاول أنه يعتذر هو جاي واقف منتظر إشارة منك منتظر الخطوة لبعض من عندكم هذا شخص ممكن يكون من الماضي أنت منفصل عنه سابقا وهو هسا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس أنت تقريبا مصلت مرحلة ملل من العلاقة أو أنه هذا الشخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب أنت عندك مخاوف أنه أنت ترجع لهاي العلاقة مرة ثانية هسا بما أنه طرينا طاقتك وطاقة الشريك خليه نفصل الوضع العاطفي أكثر طبعا أشوف أنه أنت مثل ما قلت لك أنت عندك نوعا ما ملل أنت العلاقة هذه ممكن كان بها تلاعب لأن هنا عندي ورقة ينطلعت لنفس هي ورقة الساحر يعني هنا أنا شوفوا إذا تشوفون هاي الأوراق وضحتها أنا على نفس الورقة طلعت الورقة نفس سوف تقول لي أنه أنا بنفس المعنى طالع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وأنت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الأغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة إخلاص أو وفاء بسرعة عامة فاللي أشوفه أنه اتعرضت أنت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص خداع أو حتى البعض من عندكم متعرض الخيانة خاصة إذا كان هذا الشخص من برج الجوزاء أو برج السرطان والعقرب هنا عندي برج الثور حتى ما أنسى الأبراج برج الحوت أيضا موجود هنا أنا أكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مرتين والأسد فاللي قاعد أشوفه أنه هذا الشخص مثل ما قلت لك هو سابقا خداعك أكو كان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية أنت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا الشخص تسبب لك يا أنت ما أخذ رست أنت الطاقة العامة إليك أشوف أكو تباعد أنت حاليا مو نغلق على نفسك قاعد تراجع الأشياء اللي مريت بها سابقا وأنت فعلا محتاج هذا الرست أنا هسا ما أقول لك أخذ خطوة أنه أنت ترجع لهذا الشخص لأن أنت محتاج رست أنت فعلا محتاج هنا رست محتاج تستعيد توازنك لأن أشوف توازنك تقريبا مختل أنت هاي العلاقة سابقا ممكن شنة هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص أنه أنت حاليا ما عندك الرغبة أنه أنت تستعيد هاي العلاقة أو ترجع تشتغل على هاي العلاقة اللي أشوف أنه أنت ممكن تحاول أنه تنسى هذه الصفحة اللي كانت بحياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة وتبلش بداية جديدة لأن هنا عندك ورقة الدف موجودة فأنت تحس أنه أنت محتاج التغيير جذري تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وإن كانت موجودة عندك ولا هنا أشوفها كان أنه أنت تحاول تتجاهل مشاعرك أنت تتحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك تتجاه هذا الشخص أو حتى تتجاه العلاقات بصورة عامة أنت مو عاطفي يعني تتحاول تفكر بعقلك وهذا الشيء مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لأنه هذا الشخص من بعد ما أنت مثل ما قلت لك بعد ما حس أنه خسرك تماما حس بقيمتك أكو ناس ما تحس بقيمة الشيء اللي موجود عندها إلا إذا فقدته فأنت ظاهر يعني قطعت تماما وقطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسا دا يحاول أنه يرجع العلاقة هو مستعد أنه يبدو الأقصى مجهود هنا ورقة زشارة أيضا برج السرطان طلع عندنا مرتين فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان أو ممكن يكون أنه هذا الشخص حاليا راح يبدو الأقصى مجهود بدأ يفكر أنه يبدو الأقصى مجهود في سبيل أنه ينسيك الشيء اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد أنه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد أشوف عنده نوعا ما التسرع هو متسرع شوية بتصرفاته ممكن عصب الزيادة عن اللزوم وممكن آخر اتصال بينك وبينه التواصل ما كان بنا صار أكو تجريح بالكلام لأن هنا قاعد أشوفك أنه أنت زعلان من هذا الشخص وأيضا هنا طاقة الانفجار موجودة أنه هاي الطاقة ما تجي إلا إذا أكو شيء صار مو صدمة عادية أكو صدمة كبيرة صارت فممكن أن يكون هذا الشخص على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب إذا كنت تتعامل ويا شخص من البرج العقرب أيضا فممكن أشوف أنه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر أو أنت حتى انفجرت وصار أكو تجريح بالكلام ببيناتكم والتواصل ما كان بنا بينكم آخر تواصل فالهل السبب هو إذا يحاول أنه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله لأنحس هذا الكلام خلاه يخسرك إلى الأبد عموما أنا أشوف أنه راح يبذل مجهود البعض من عدكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقول لك أنه إحنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول أنه نرسم علاقتنا أو حتى أنه نقوي العلاقة اللي موجودة بس أنت قاعدة أشوف أنت تحس بملل أنت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوعه بحياتك حاليا أو ممكن نقول أنت مرافض وإنما محبط فما تريد تنطي إجابة حاليا لها سبب أنت منعزل ما تريد أنه هو شون تقوله أنه كوش انتهى تماما بس نفس الوقت ما تنطي أمل بالرجوع فمخلي مثل اللي متعلق لهو طايل سماء ولهو طايل قاء وهو يستهد على فكرة ما دام بزالك فالمهم يعني اللي أشوف أنه هذا الشخص راح يرجع الناس اللي منتظره رجوع من شخص من الماضي من برج السرطان أو برج العقرب برج الجوزاء الدلو برج الثور الأسد موجود أيضا برج الحمل برج الحوت فإذا شنتوا منتظرين رجوع من أحد هذه الأبراج وانطبقت عليكم القراءة وانطبق السيناريو اللي صاير بينكم هذا الشخص راح يحاول بكل ما أوتي من قوة إنه هو يرجع العلاقة ويصلح اللي كان ببيناتكم يبقى الخيار إليك إذا شنت أنت راح تنطي فرصة أو ما تنطي أنا أشوف هو فعلا عنده طاقة ندم وكان عنده تلاعب بالماضي بس حاليا قاعد أشوف أنه حس أنه خسرك حس أنه ممكن كان ضغط عليك بزيادة ممكن هذا شخص كان يضغط عليك الدرجة أنه خلاك توصل مرحلة الانفجار يعني كثر الضغط يولد الانفجار فهو ضغط عليك كهواية ووصلك المرحلة أنه أنت انفجارت بوجه قلت له كافي أنا بعد ما أريد نرجع بعلاقة ما أريد أي تواصل وياك فاللي هنا أنا تنتهي القراءة مالتنا أشوف هذا الشخص راح يحاول يبقى إليك أنت القرار إذا شنت راي ترجع أو لا اللي أشوف أنه أنه أنت محتاج رست أخذ رست هاي الفترة حاول هاي الأسبوعين ما تاخذ قرار لبعض منكم هذا الشخص ممكن من شهر الرابع هو أنتم منفصلين أو صاير هذا الزعل اللي بينكم أخذ رست فترة هاي الأسبوعين لا تاخذ قرارات متسرعة أبقى منعزلين أنت محتاج طاقة الإنعزال بس حاول أنه تلقي بقلبك شي حلو لهذا الشخص سامحة بينك وبين نفسك حتى تقدر تعدي هاي المرحلة في حال ما رجعت لهذا الشخص تقدر تعيش حياتك طبيعي وإحساس الزعل اللي عندك هذا تطلع من عنده طاقة الهرمت هي طاقة سلبية من تجي بوضع الرفض والإنعزال فهي طاقة سلبية حاول أنه ما تكون منعزل زيادة وتفكر بسلبية هواية وخلي حدثك هاي الفترة التبع الحدثة يعني شنو إحساسك يقول لك سوي لي عنده شوف عندك طاقة روحانيات عالية خلع لها الفترة كل التافيق لكم برج الحمل إن شاء الله الشهر ترجمة نانسي قنقر